بيودي أن أفهم نقطة مهمة ويفهمها مع المشاهد الكريم جرهم الآن جاءت إلى الجزيرة وتعلم إسماعيل عليه السلام منه اللغة العربية قبل جرهم كان في لغة عربية؟ نعم دعني حقيقة أن أتحدث هذه هي بداية اللغة نحن أصلا نقتنع تماما بأن اللغة هذه نزلت بكاملها وعرفتها أقوام وهذه الأقوام زي ما قال عنهم ابن فارس أنها مجموعة من سكان الجزيرة العربية من ذوي الأفهام الشفيفة فاستحفظوها من ذوي الأفهام الشفيفة نحن في التاريخ نعرف ما يسمى بالعرب البائدة وحوم عاد وثمود هي قبائل عربية بائدة وده تاريخ موغل تماما في القدم عفوا إذا قلنا العرب البائدة المقصود أنهم كانوا يتحدثون العربية يتحدثون ولذلك اسم النبي عليه السلام هو الوحيد غير من الأسماء العربية واضحة واضحة على كل حال نحن عندنا نقطة بسيرة كده نرجع إليها ونقف عندها أن كلمة عربية اللغة العربية هي ليست لغة العرب إنما كلمة اللغة العربية معناها اللغة الواضحة المبينة في قول الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين وإن أنزلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون فكلمة عربي هنا معنا اللسان المبين الواضح فقط ليس نسبة إلى العرب فتحدثوها فسموا عربا وهذه حقيقة أيضا يقرى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما العربية اللسانية العربية ليست عنصرة العربية ليست عرقا العربية ليست انتماءا إقليميا ولا انتماءا محليا إنما العربية اللسان وكل من يتحدث اللغة العربية فهو عربي وهذه مسألة مهمة جدا أيضا نرجع فيها لنقطة مهمة جدا مذكورة في القرآن الكريم فحينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه السؤال الذي يبقى دائما إلى من أرسل محمد عليه الصلاة والسلام إلى كافة الإنس والجن إذا إذا هذا لسانه الإنسانية اللغة العربية هي لسانه الإنسانية بمفهوم هذه الآية الكريمة وأن الآن اللغويون المحدثون على رأسهم من أم توميسكي شيخا مع الصوتيات واللغوية المحدثين يتحدث عن أن الإنسان يولد بنظام فطري وسماه الملكة اللغوية وقال أن هذا النظام هو نظام مثالي مولود به الإنسان بفطرته توجد هذه الملكة موجودة محفورة في ذهن الإنسان يوم أن يولد ولكن حينما يتعرض إلى مجتمعات لغوية أخرى فإنه يتحدث لغة هذه المجموعة لكنه في البنية الداخلية سماها يوجد نظام لغوي مثالي هذا كلام من أم توميسكي وحقيقة كنت بحثت في هذه الدراسة أن أجد نظاما مثاليا يمكن أن نطبق عليه نظرية أم توميسكي فلم أجد نظاما يمكن أن تنطبق عليه هذه الظاهرة إلا نظام هذه اللغة السريفة أنا أبطير من الفرح والله حق لك لا عاشق ولا غر وركل عجل لكن اليوم سأعشق زياد حق لك لأن هذه مسائل الآن مثبتة لماذا ماتت كل اللغة للدنيا لماذا ماتت كل اللغة للدنيا وبقية هذه اللغة الشريفة طفل المدرسة الابتدائية لدينا يفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتجاوز عمره 1400 سنة ونحن بروفسيرية اللغة الإنجليزية لا نستطيع أن نفهم لغة القرن الرابع عشر أليست هذه مفارقة حقيقية الفرنسيون على ما لديهم من حضارة ومعرفة اللغة المفهومة الفرنسية هي لغة القرن الرابع عشر ولا قبل ذلك شيء لا يفجد شيء طيب اللغة العربية نحن إذا تحدثنا عن الأمة نجد أنها تكاد تكون من أبعث الأمم حاليا يعني عموما يعني وهذا شيء موسف ومؤلم لكن تظل هذه اللغة حية محفوظة غضة طرية تؤدي مطلوبات الدهر والحاضر كما لا تؤدي أي لغة على ظهر الأرض وعجز اللغات الأخرى عن أداء المعاني والمفاهيم بصورة واضحة مسألة شهد عليها أهل اللغات أنفسهم حينما قبل حوالي عشرين سنة تمعنوا في لغاتهم ونظروا فيها وجدوا أنها غير قادرة على أداء كافة المطلوبات التواصلية اليومية وحاولوا أن يبتدعوا نظاما جديد اسمه الإسبرانتو نظام اللغوي جديد اسمه الإسبرانتو واستمرت هذه المحاولة لأكثر من عقد من الزمان وانفق عليها أكثر من عشرين مليون دولار وفشلت هذه العبدية وترك هذا الإسبرانتو أنا قلت لهم أتركوا الإسبرانتو أتركوا هذه المحاولات وتعالوا لهذه اللغة الفطرية على كل حال استطعنا نحن أن نبيم في هذه اللغة من سمات ومن قيم ومن أشياء تتفرد بها استطعنا وإن لم نستطع سوف يستبدل الله سبحانه وتعالى قوما غيرنا وقد تأتي الفتح لهذه اللغة العربية من أقوام غيرنا وهذه سلطة الله أنا الحجم